أهلا بكم أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشي ما صرح به وزير الداخلية مازل فرايا بأن الحكومة تتجه إلى أربع رفعات متتالية لأسعار المحروقات حيث قال خلال مؤتمر للطاقة في البحر الميت إن الحكومة بحاجة إلى رفع أسعار المحروقات للوصول إلى المستويات العالمية اليوم لو ما زادت أسعار النفط وهي مرشحة للإزدياد لعكس الكلف الحقيقية محتاجين إلى هذه الرفعات للوصول إلى السعر ليتماشى مع المستويات العالمية هذا الشيء واقع وموجود العالم كله بدأت يتعامل معه بدأت الدول كلها تتعامل معه بمختلف مناطق العالم وسمعنا من أصدقائنا اليوم التحديات الكبيرة التي يفرضها هذا الواقع فإحنا نحكي على مستويات أسعار لأنه ثبتت وما كانت الحكومة ارتأت في حينه لتخخيف الأعباء على المواطنين أن لا تحكس مرة واحدة ولا كان بدي يكون فيه هناك رفع كبيرة للوصول إلى مستويات الأسعار العالمية لكن بدي أشير كمان أنه إحنا اليوم سعر أو كلفة لتر الديزل كلفة اللتر الواحد بدون أي نوع من أنواع الضرائب كلف فقط تصل 81 قرش ونص 81 قرش ونص السولر اليوم عم بنباع بسوق 68 قرش ونص كل لتر يباع بأقل من كلفة ب13 قرش وهذا الموضوع لا تستطيع أي حكومة الاستمرار فيه فلابد من عكس لتعكس الارتفاع الكبير الذي صار على المستوى العالمي رؤية استطلعت آراء المواطنين حول قرار الحكومة برفع أسعار المحروقات لأربع مرات متتالية حيث أكدوا أن الأوضاع باتت صعبة ولا قدرة لهم معيشيا على تحمل الزيادة المترقبة في أسعار المحروقات مشيرين إلى أن خياراتهم أصبحت باتجاه بيع مركباتهم والعودة إلى الوسائل القديمة هم مقاعدين برفعوا الناس خبز مش ملاقي توكن تحت حط بنزيل هاي المرة هاي بدهم يرفعوا المرة الرابعة طب وإحنا شو نسوي ما نبيع السيارات ونرجع على الحمير على الوضع هذا احنا رايحين احنا كل واحد رايح يبيع سيارات وأنا فيه إصحاب إلي يعني خلال يومين رنوا علي كنت أحكي معهم وحكوا لي أنه رايحين شوفنا بيع للسيارة بدهم بيعوا سياراتهم بدنا نرجع واحد بحكينا بدأ أشتري حمار تمام وواحد بحكينا بدأ أشتري بسكليات أظن أنها كلها رايح ترجع لأيام زمان على الخيل والحمير وعلى الشغلات اللي بيأتوا بفير خلينا نرجع نرجع لقبل عشرين سنة لقبل ثلاثين سنة نستخدم نستخدم الحيوانات ونستخدم رجلينا ونستخدم كذا طبعا هذا راح يكون له أثر سلبي على الموظف بأنه يصل لوظيفته على الطالب أنه يصل لشغله على التاجر أنه يصل لعمله فبالنهاية هذا راح أسبب كسل جميع المجالات مرة ما في داعي لهم المرة لأنه المواطن مستوي لحاله منتهي مرة ما ألاقي خبزيهك أنا عمري سبع وستين سنة أقسم لك بالله عظيم ثلاث مرات إذا يطلع لي وهاجه هجر خده لهم لا أطلع باي بلد وين مكان لأنه مش قادر عيش من مرة بالوضع الحالي يعني الناس مش مستحمله فما بالك إذا صار فيه كمان أربع رفعات كل يوم قاعدين نشوف بارتباع أسعار يعني بشغل جنوني من بنزين لكهرباء لموات غدائية ويسهدوا الله يستوره مع الجميع الناس يعني وضحها مزعزع كامل يعني الوضع الاقتصادي بالبلد بالمرة يعني الناس يا الله لاقيا تاكل خبز ولاقيا تعيش ولاقيا كذا يعني عندنا سيارات المؤتمر الإقليمي لحوار الطاقة المستقبلي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا بثق عنه إعلان البحر الميت الذي يهدف إلى وضع حجر الأساس لمزيد من المبادرات لتطوير مصادر الطاقة المتجددة والبنى التحتية لإنتاج وتجارة الهيدروجين الأخطر المؤتمر الذي افتتع عماله اليوم من دوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد جاء بهدف البحث في التحديات التي تواجه قطاع الطاقة في العالم من ارتفاع الأسعار وزيدة الإنبعاثات الدفينة التي يتسبب بها القطاع وتؤثر على المناخ المشاركون أكدوا أن الوصول لمستقبل مستدام للطاقة في ظل التحول العالمي يتطلب العمل وتطوير التكنولوجيا في مجال الطاقة والتوسع في مشاريع الطاقة المتجددة لتطوير مصادر جديدة مثل الهيدروجين أعلن اليوم عن إطلاق صندوق رأس مال استثماري في مجال التكنولوجيا بقيمة 100 مليون دولار بالتعاون بين وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وشركة القابضة الاستثمارية الإماراتية برعاية رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصوني ويهدف الصندوق إلى دعم شركات التكنولوجيا عالية النمو وتعزيز استمرار الازدهار الرقمي للاقتصاد عبر تمويل الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا والشركات الرائدة في الابتكارات المتخصصة ضمن عدة قطاعات رئيس الوزراء أكد أن إطلاق الصندوق يأتي في سياق مجموحة من الاتفاقيات والتفاهمات بين البلدين وأن هذه المبادرة ستكون باكورة لتوسيع هذه الشراكة لتضم أطرافا ومجالات أخرى تعود بالنفع على المنطقة برمتها وإلى القطاع العقاري أظهرت أرقام دائرة الأراضي والمساحة استمرار نمو حركة البيع والشراء بنسبة 26% خلال أول خمسة أشهر من العام الحالي حيث تجاوز حجم التداول العقاري في المملكة ملياري دينار مقابر مليار وستمائة مليون في أول خمسة شهور كما نلاحظ بارتفاع 26% حركة بيع العقارات من أراضي وشقق سجلت تراجعا بنهاية أيار لتصل إلى 2% لتصل إلى نحو 61 ألف عقار كما نلاحظ وباقي المحافظات وصلت إلى 65% أما محافظة العاصمة وصلت إلى 35% أما حسب نوع العقار أظهرت الأرقام أن البيعات في العاصمة تركزت في الأراضي إذ تم بيع نحو 12 ألف قطعة مقابل 9 ألف شقة كما تركزت البيعات في باقي المحافظات في الأراضي أيضا فيما سجل حجم إعفاءات الشقق خلال أول خمسة أشهر بنسبة 7% لتصل إلى 43 مليون دينار كما نلاحظ في 2022 وعلى صعيد آخر أظهرت الأرقام أن حجم بيعات الأجانب ارتفعت بنسبة 48% لتصل بنهاية أيار 118 مليون دينار كما نلاحظ الجزء الأكبر كان للشقق والأراضي سجلت أعلى ارتفاع مقارنة بذات الفترة من العام الماضي وبحسب جنسية حافظت الجنسية العراقية على الصدارة بنسبة 37% جاءت السعودية بنسبة 23% في البيئة الأمريكية أخيرا كانت بنسبة 5% وبانتقال إلى خبر آخر لتلبية الاحتياجات الضرورية للأبنية التعليمية في الأردن وقعت الحكومة والصندوق الكويتي اتفقية تمويل قرض لتمويل مشروع البناء التحتية للتعليم بقيمة 38 مليون و300 ألف دولار وبمجبال الاتفاقية التي جاءت ضمن مساهمة الكويت في تعهدات قمة مكة سيتم إنشاء 12 مدرسة في محافظات العاصمة ومأدبة وإربد وجرش وزرقاء وعجلون والبلقاء والكرك ويتراوح حدد الفصول فيها من 12 إلى 36 فصلا دراسيا بدءا من رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية وسيعمل المشروع على توفير مقاعد دراسية إضافية وتقليص الأبنية المدرسية المستأجرة أطلقت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة حزمة جديدة من الحوافز الاستثمارية للمشاريع التي سيتم تنفيذها من قبل القطاع الخاص على الأراضي المملوكة للسلطة وشركة تطوير العقبة الحزمة تضمن استحداث ثالية تسعير جديدة لقطاع أو لقطع الأراضي في العقبة بحيث تم تخفيض الأسعار استنادا إلى القيمة العقبة في قطاعي الصناعة والسياحة سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة قالت أن الألية جديدة جاءت بعد دراسة أفضل الممارسات العالمية واحتياجات المستثمرين في ظل الحوافز العديدة التي يقدمها قانون منطقة العقبة ووجود البناء التحتية المتميزة في داخل المنطقة مجموعة من العوامل أو المعطيات التي يتم استخدامها لتخفيض أسعار العراضي كل مشروع على حدة سيتم التعامل معه من الأمثلة عدد الأيد العامل التي سيوفرها حجم المشروع مساحة الأرض فترة تنفيذ المشروع كل هذه عوامل تؤدي إلى تخفيض الأسعار من أجل تشجيع المستثمرين على المباشرة قبل نهاية هذا العام باستثمارات في المجال أو القطاع السياحي والصناعي ترجمة نانسي قنقر